بسم الله الرحمن الرحيم النهار ده بإذن الله نبتدي نتكلم على الانستوليشن للسيرفسيس في لينكس طبعا ده آخر جزء لنا في اللينكس ولكن مش آخر استخدام لنا في لينكس طبعا استخدامنا لينكس بعد كده يبتدي يتطور لمراحل أكتر عملية يخليها نفهم المواضيع بشكل أدقه أحسن ولكن لحد الجزء ده احنا وصلنا المستوى كويسا نحن عملنا انستول لبروجرامز على لينكس فاهمنا الـ director structure بتاعته الحاجات دي كلها لتخليك طرف تتعامل معه يعني مش هنقول زي الويندوز ولكن شبيه شوية بالويندوز احنا النهار ده نبتدي نعمل انستول لبعض السيرفسيس اللي احنا كنا اتكلمنا عليه قبل كده في مديول النيتورك وبنفسنا هنحب نقومها على السيرفرات اللي احنا شغلين عليها او السيرفر اللي احنا موجودين عليه حالين تمام فهنا هبتدي اروح للترمنال عندي وابتدي اشوف ايه افضل سيرفس انا عايز اقومها من دم السيرفز اللي انا حابب اقومها فيه الديستربيشن دي هي الويب سيرفز و الاساس اتش وهنفهم كل واحدة فيهم فايدتها ايه الويب سيرفز دي بتقوم لي الماشين دي ازا ويب سيرفر زي جوجل كده وزي الفيسبوك وغيره فانا ممكن اقوم الماشين دي ازا ويب سيرفر انترنال طبعا ممكن اعمله بابليش على الانترنت او طلعه على الانترنت ولكن انا هستخدمه بشكل انترنال في الجزء الحالي المسؤولة عن السيرفز دي او اللي بيبتدي يعمل سيرفز بروفايدر لي السيرفز اللي زي كده زي الاباتشي مثلا عندنا اي اي اس اباتشي توم كات و انجين اكس وغيرها من السيرفرز فاحنا النهاردة نبتدي نسطب اباتشي على الديستربيشن اللي موجود عندنا هنا فاجب كل الابساطة هنا اقول له سودو انستول ابت انستول اباتشي دخلت له الباسورد غلط طبعا بيقول لي اباتشي لي مش موجود طيب خلينا اقول له هنا تاب واشوف هل فيه حاجه هو عايزها او فبيقول لي هو اسمه اباتشي 2 ما اسموهش اباتشي بس تمام فاقول له اباتشي 2 بعد كده اقول له هنا انتر اول واحده اوتوماتيك هيقول لي انت محتاج الاباتشي دوك اللي هي موجودة هنا فحط في حسابك ان انت بسطب دي وهو الواحده ممكن يسطب الباكيجز التانية اللي محتاجة تقوم النسخة دي او محتاجة سوريا انا اسف تقوم السيرفرز دي زي مثلا ساب اكزيك بريستن اللي موجودة هنا زي ما انتو شايفين بالشكل ده والكاستم واليوتيرتيز والداتا والدوك طبعا البن مش موجودة هنا تمام ولكن دي الحاجات اللي هو محتاجة الحاجات الاساسية بقول لي ده حجم الويب سيرفر تمام اه ودي حجم الباكيجز اللي بعد ما تخلص هيبتدي يبقى حجمها ايه على السيستم بتاعتك بعد الانستول فاقول له هنا انتر طيب لاحظ معايا فايدة الويب سيرفر دلوقتي فيه لو جيت هنا اقول له اي بي اي هيبتدي يعرض للأي بي ادرس بتاقي لو خدت الاي بي ادرس ده كده كوبي وجيت رحت هنا لجوجل كروم وفتحت الاكاونت ده وديته الاي بي ادرس اللي موجود عندي 19219219168.1.12 فتلاقي فيه عندي ويب سيرفر ايم طبعا هو بيسطب البروجرام ويشغله زي ما انتو شايفين بالشكل ده لو انا جيت هنا اقول له زي ما انتو شايفين ان انا عندي الويب سيرفر ايم جميل لو جيت اقول له هنا حاجة اسمها سودو systemctl apache او سورة ناسف stop الاول وبعد كده apache to service هتلاقيه الاباتش عندي هنا ويف هتلاقي السيرفر بي لود وفي الاخر بيقول له can't reach the site معنى كده ان انا قومت فعلا نويب سيرفر طيب خلياني ابتدي نبص هو ايه اساسا ان انا بتكلم عليه ده بصوا يا شباب systemctl دي دي حاجة اسمه system control system control system control دي اللي بتتحكم في السيرفز تفتح ولا تقفل زي كده في هنا عندنا في الويندوز حاجة اسمه services بالشكل ده تمام وعلى فكرة فيه command فيها في الويندوز اسمه sc تمام sc ده اللي هو حتى بيقول له كان sc is a command line program used for communicating with service control manager تمام and services ممكن تفتح منه سيرفز او تقفلها فنفس النظام هنا عندي حاجة في الويندوز اسمه systemctl systemctl دي اللي بيقدر اسطوب منها سيرفز او اعمل لها enable او اوقفها او افتحها او الدينا دي كلها طيب انا هنا بجي اقول له sudo systemctl او system control start للأباتشي تو سيرفز هتلاقي الاباتشي سيرفز رجع التاني اشتغلت عندي زي ما انتو شايفين بالشكل ده جميل فسيستم ctl فايداتها انها تقفل البروجرام او تفتحها او تقفل سيرفز او تفتحها تمام وكمان تقدر تديف السيرفز دي في الستارتوب يعني automatic بعد كده لما اجعل الستارتين ماشين السيرفز دي هتفضل قيمة طيب ده بيتعامل ازاي عن طريق برضه systemctl بقوله انا sudo systemctl enable apache to service فهنا لما اجعل enable هو هتلاقي بيقولك انه هو يعمل execute لانه هو يخلي السيرفز دي enable في الستارتوب طيب عظيم جدا عشان تفهم بال apache والويب سيرفز طبعا احنا كنا اتكلمنا عن الويب سيرفز قبل كده ولكن المرة دي هتلاقي الموضوع عمتها معك ليه؟ لان في الاول وفي الاخر احنا قلنا قبل كده ان الفايلات دي عبارة عن او الملفات اللي انت شايفها دي عبارة عن فايلز وعشان تفهم الفايلز دي بتبقى موجودة فين هي موجودة فولدر هنا في السيستم بتاعنا اسمه الvar www.html تمام؟ هتلاقي فايل اسمه index.html اي فايل بتسمى index بيبقى هو اول ويب بيج بتدخل عليها كده حتى على فكرة في جوجل هتلاقي الاول بيج انت بتحملها كده لما بتجي تدخل على جوجل البيج دي اسمها الاندكس تمام؟ طبعا جوجل فيه جوا فايلز تانية زي مثلا يوتيوب زي بلاي زي دين ادي كلها تبع الجوجل تمام؟ كل واحدة من دورات لما بتدخل عليها لو هي سيرفز مختلفة بقى فيها index.html في الفايل ده اللي هو بيلود معاك او ما بتفتح البيج تمام؟ او لو فيه صفحات تانية في ويب سايت على سبيل المثال مثلا لو انا جيت هنا روحت للvar www.html وجيت بصيت هنا على الفايل اللي موجود عندي طبعا لو تلاحظ ان الفايل ده في الروت اكاونت هو اللي ليه كنترول عليه read و write تمام؟ يقدر يعدل فيه فبالتالي لو انا عزت اعدل في الفايل ده بقوله هنا sudo sudo index sudo index sorry الاول nano index.html بيبتدي يفتح لي الفايل ده تلاقي فيها شوية اكواد معمولة بلغة اسمها html ودي حاجة اسمها hypertext markup language دي عبارة عن language كده بتبتدي تبني الاستراكشور تحت الشوية شكله عامل ازاي ودينا دي كلها طيب خلينا اعمل quit من الفايل ده اقوله هنا control x ما تسايفش اللي حصل او اللي انا عملته دوت واطلع براه واقوله هنا sudo rm للفايل اسمه index.html لو جيت هنا عملت refresh للبراوزر بتاعي هتلاقي خلاص مرقاش فيه ويبيج اساسية عندي ممكن ابتدي اعمل هنا vim sudo nano لفايل اسمه index.html هعمل فايل تاني هسميه index.html وهسميه مثلا هعمل هنا insert mode او سوريا انا اسف انا اطلع باطة ما بين vim والnano انا محتاجش ادخل في ال insert mode في ال nano واكتب هنا مثلا this is word ctrl x y enter لو جيت هنا عملت refresh هتلاقي كلمة this is word الفرق بس انه في ال html ممكن تعمل شوية الوان او حاجات زي كده فعلى سبيل المثال ممكن اكتب نفس الكلمة دي بخط اكبر عن طريق اقوله هنا h1 اقول له مثلا this is word تاني واقوله هنا افل ال h1 ده ctrl x y enter خلينا اعمل refresh فتلاقي نفس الكلمة this is word و this is word ولكن دي حجمة اكبر شوية طبعا احنا مانناش دعب ال html حاليا ومش هنتدخل فيها جامد ودي فكرة بس الانستيليشن لل apache service طبعا تقدر تستطب برضو بعض الحاجات اللي هي علاقة بلغات البرمجة زي php وpearl وغيرها على ال debian machine وبالتالي تقدر تلنك الكلام دوت في انك تعمل صفحات dynamic بلغة زي php طيب ده وبالنسبة لل apache service على سبيل المثال انا كمصطفى يعني شخصيا ساعات عندي ويب سيرفر حاجزه online بحتاج ان اوصل اعمل شوية configuration عليه او اعدل فيه شوية حاجات هنا نتكلم عن السيرفس التانية اللي هي ssh ssh ايه فايدتها وايه لازمتها معاك زي ما انتو شايفين احنا بنتحكم فيه ال command line بتاع linux بالشكل دوت من هنا من على المشين دي طيب بفرد انا عايز اتحكم في نفس ال command line ده ولكن عن بعد يعني انا موجود على مشين تانية في valid تانية او في سيرفر تاني برا وعايز ابتدي اتحكم فيه اعمل ايه هنا بتيجي في سيرفز بتاعة open ssh server طبعا السيرفز ذات نفسها ال ssh فيه اكتر من برنامج ممكن يوفرها لك على linux ولكن اكترهم او يعني الاكتر شيوعا هو زي ال apache كده حاجة اسمها open ssh فحنا هنا ممكن نبتدي نعمل انستول ال open ssh server ونتصل من ال windows طبعا windows فيه النسخ الاخيرة سواء windows 10 او windows 11 او في اخر كم نسخة فيه ال windows عندنا حاجة اسمها open ssh client او ال ssh client على ال windows اللي يقدر يتصل بال ssh server اللي موجود على linux نفس فكرة يا جماعة البراوزر اللي عندي ما هو انا اللي عندي دوت هنا ال apache دوتها طبعا سيرفر و كروم اللي موجود عندي ده google chrome ذات نفسه اسمه web client انا بدخل بيه على ال web server فانا هنا هبتدي اسطب ال apache open ssh server عن طريق ان اقوله هنا سرعا نقاسف ال open ssh server ما فيش حاجة اسمها ال apache فاقوله هنا sudo add install open ssh في عندي هنا client وعندي server client ده لو انا هتصل بماشين تانية فاقوله هنا open ssh server ولو تلاحظ الموضوع في linux ممتع جدا في ثواني انت بتبتدي تسطب الحاجات دي طبعا في شوية edit هنعملها على ال distribution دي يعني بالذات في موضوع ال open ssh case والدي هلي بتدي نتعرف رغمها قدام خليين هنا اقوله اه اروح ال windows طبعا اسنا قلنا ان انك بتوجد automatic ف هافتح هنا ك healthcare بات li böyle مجل samh ا говорят co اتصل بيوزر اسمه مصطفى المشين الmay defenses فتاعة 192 168 1 12 بالشكل ده. بيقول لي هنا ده الكي انت بتأكسبت الكي ده هقول له ياس هيقول لي هات الباسورد هدخله الباسورد على اليوزر ريس مصطفى ولو تلاحظ انا بتحكم في الماشين دي من خلال الويندوز هنا. لو جيت هنا حتى رحت للأكتيفتي وفتحت هنا الفايلز زي ما انت شايفين ده شكل الفايلات اللي عندي. وجيت هنا مثلا عملت ايكو. this is test from windows via ssh client. وحطيته في فايل سميته ssh windows.txt هتلاقي عندك هنا الكلام اللي انا كتبته ظهر في الفايل ده. فمعنى كده ان انا بتحكم في الماشين دي زي ما قلنا من خلال ssh من هنا. طبعا لو انا عايز ابتدي ابص هنا على ال terminal. وابتدي اقول له بعد اذنك. sudo systemctl enable للأوبن او سوري اناسف ssh على طول. ssh. بتحديد الباسورد بتاعي. فهو كده هيبتدي اعمل enable للssh في الستارتب. معنى كده ان ال ssh service دي اصبحت موجودة معي في الستارتب. لو عملت restart الماشين هتبقى موجود عندي. جميل. طبعا انت ممكن تبتدي تبص على service معانا هل هي شغال او لأ برضو عن طريق systemctl. فممكن اقول له هنا sudo systemctl. هتليل status بتاعة ال apache to service. هيقولك ان ال apache هنا بص لو تلاحظ active running. لو جيت بصيت على نفس الكلام ده بالنسبة للssh. فهتلاقي بيقولك برضو ان ال ssh active running. طبعا ال ssh بتشتغل على بورت اتنين وعشرين. وال apache بتشتغل على بورت اتنين وعشرين ده ال ssh. جميلة جماعة. فانا عندي دلوقتي ده بيعمل listen وده بيعمل listen. اللي اتنين دول. عظيم جدا. فبالشكل ده انا قدر تعمل install لل apache service وال ssh service. طبعا تقدر تفاعل ال root account لو انت عايز تدخل بال ssh عن طريق ال root account. ولكن القصص دي هنبقى نتكلم عليها في اجزاء تانية من الكورس اصلا يعني. فده بالنسبة لسيرفس زي ssh وال apache. طبعا تقدر تسطب حاجة زي ftp. file transfer. وتبتدي تنقل فايلات من الماشين دي يعني لماشين تانية على linux system بتاعك. فخلينا بشكل ظريف كده يعني سريعا نشوف برضو حاجة زي ftp service انا ممكن ابتدي اعمل لها ازاي install عندي. طبعا انا هنا هابتدي في البداية قوله add update. يفضل انك تعمل الموضوع دوت قبل ما تبتدي اي عملية installation لسيرفسز. عشان لو في اي update لها تجي لك. لو تقول هنا sudo add upgrade. هي اعمل upgrade للباكتجز اللي موجود عندك عشان برضو لو في سيرفس محتاجة باكتج تكون نعمل لها update لفرجن معنا. هيجب بعد كده اقول له هنا sudo add install vs ftpd. في هنا بروجرام اسمه vs ftpd. ده هيبتدي هو يسطب للفتي بي سيرفس. طبعا الفتي بي سيرفس باستخدمها زي ما قلنا في موضوع الفايل ترانسفير. ممكن تستخدمها ازا cloud disk يعني هنبص على الموضوع ده زي ممكن تعمله. فانا افترض ان في شركة قالت لك والله انا عندي فايلات عايز احط يعني عندي فراعين واحد مثلا في اسكندرية واحد في القاهرة فعايز يبقى فيه سيرفر في النص الاثين دولاب بيرمو عليه الفايلات بتاعتهم. مش عايز حاجة كلاود يعني مش حاجة زي جوجل درايف وغيره. عايز سيرفر يبقى فايل سيرفر احط عليه الداتا بتاعتي. فممكن انا استخدم الفي اس افتي بي ده كزا ازا افتي بي سيرفر فايل ترانسفير سيرفر يكون ميدل مان ما بين الاثنين. لو جيت هنا قلت له السودو. سيستم. سيتي الفايل. طبعا مش عايز ادي اليوزر زي اللي في فراع القاهرة ولا اللي في فراع الاسكندرية. يوزر زي يوزر مصطفى ده واحد في السودورز جروب. فممكن يعمل اكشنز ربنا واحده اللي اعلم بيها يعني. وممكن يوصل بالاسس ايتش على المشين دي لو حد اختارك مثلا فراع من الفراعين وقدر يطلع بتاع اليوزر اسم مصطفى ده. ده هنا مش هياخد اكسز على الفايلات اللي موجودة بس ده كمان على السيستم بشكل كامل. فدي حاجة مش مزبوطة ان انا نعملها. فخليني هنا ابتدى استخدم سكريبت او ابتدى ضيفي يوزر. يوزر ده مالوش للأزمة بالنسبة لي. واليوزر ده هو اللي بتحكم في القصة بتاعة الملفات بس. اقصى في حدود الملفات بس. فاجأنا اقوله هنا سودو. اد يوزر دفل يوزر مثلا. فانفطرد هسميه ا saga. راوة او مثلا. سايبر راوة. هذه من يوزر اسمه سايبرروت. فقولي هذه الباسوارد بتاعه. فقولي مثلا باسوارد بتاعه. احد انين ثلاثة اربعة خمسة ستة. بقول لي فاسميه مثلاً cyberrootftp الروم نمبر مافيش روم نمبر ولا الورك فون ولا الكلام ده كله بيقولي الانفرميشن دي كوريكت فبقوله ايوه كوريكت مافيش مشكلة ده اسم اليوزر بتاعي اسمه فابتدي هنا اقوله طيب بعد اذنك اكو لاسم اليوزر ده cyberroot بس هقوله قبلها هنا سدو اطبع اسم اليوزر ده او حط لي اسم اليوزر ده او انا ممكن افتح الفايل على طول مباشرة اقوله هنا في فيم او سوريان اسم السودو لازم كل حاجة قبلها سودو جماعة لان احنا هنا بناخد برميشن من الروت ان احنا ننفذ بموضوع ده في الاتي سي اللي هي الكونفجريشن vsftpd طبعا انت اللي ملاحظين ان الاتي سي اصبح هو الحاجة اللي انا بدتل استخدمها في الكونفجريشن يعني دايما الفولدر ده اللي بحتفظ به بالكونفجريشن بتاعت الملفات او البروغرامز اللي عندي لو بصيت على ال vsftpd هنا يعني لو جيت قطله هنا ls-l grab كلمة vsft هتلاقي عندك هنا في فايل اسمه vsftpd.conf انا هكاريت فايل اسمه user list فعم طريق نقوله هنا sudo nano vsftpd user user list بالشكل ده وبتدك تفيها اسم اليوزر بتاعي اللي هو cyper root اللي انا كنت مكاريته وهنا ctrl x y enter فلو جيت هنا قطله cat vsftpd user list فده اليوزر اللي عندي عظيم طيب هتدى انا بعمل فولدر اليوزر ده في مكان ما تمام؟ هعمله فولدر فهاجي اقول مثلا ايه اه انا ممكن اعمله مكدير اعمله هوم فولدر عن طريق نقوله هنا مكدير داش بي عشان يكاريت الفولدر ده والفولدرات اللي تحته على سبيل المثال هعمله فولدر في الهوم اسمه على سبيل المثال cyper root طبعا هو لازم يكون باسم اليوزر cyper root وبعد كده هسميه مثلا ftpdir ده الفولدر اللي هبقى فيه بقى ملفات ال ftp يعني هو اليوزر ده ليه هوم فولدر جميل ليه هوم فولدر بتاعه بس انا جوه هوم فولدر هعمل حاجة اسمه ftpdir وده ال directory او الفولدر اللي هتترمي فيه الملفات اصلا ما بين الفرعين تمام؟ طبعا قبلها لازم اقوله هنا sudo تمام؟ بعد كده هبتدي اعمل حاجة زريفة جدا هقوله هنا شي خمود خمود ده بقى command ليه علاقة بالبرميشن فاكرين البرميشن اللي كنا اتكلمنا عليها بتاعة اليوزر والجروب والناس التانية والكلام اللي زي كده خمود ده اللي بيبتدي يعدل فيه البرميشن بتاعة فولدر معين تمام؟ وزي ما قلنا قبل كده التابل بتاعة اللي هي السبعة والخمسة والزير والدني دي كلها فانا اقوله هنا سبعمية وخمسين سبعمية وخمسين دي معناها ايه؟ ان اليوزر ده يقدر يريد ويرايت وييكسكيوت اللي هو في الجروب بتاعه وغيره يقدر يريد ويرايت بس وي افريون ما قدرش يعمل حاجة يعني برضو الفولدر بتاع ال ftp دوت لازم تكون اليوزر اللي يقدر يعمل عليه حاجة ويكون اثنتيكيت يوزر ليه برميشن انه يعمل حاجة زي كده فاقوله هنا في ال home في ال cypr root في ال ftp در ادي بقى برميشن للفولدر ده حتى انا لو جيت هنا قلت ال S-L ال home ال cypr root هتلاقي عندي الفولدر اللي هو ده هتلاقي هنا افريون مالوش لا يريد ولا يريد تمام؟ وهنا ريد ورائت ويكسكيوت تمام؟ وهنا بقولك دي دي اللي هي قاملها نهاية directory وهنا ريد ويكسكيوت بس تمام؟ بس ماقدرش يريد فايلز خلاص اوكي هيا برميشن كده كده نعملها انه ماقدرش يريد فايلز طبعا انا ممكن اقول له 7 7 0 هنا فتبقى لو عملت ال S هتلاقي انا اقدر ريد ورائت ويكسكيوت كروت يوزر واي يوزر تاني مفروض من الممبرز التاعتي او في الجروب بتاعي في السودر زي مصطفى مثلا يقدر يريد ورائت ويكسكيوت زي ما انتو شايفين بالشكل ده تمام؟ طيب ده معنى ايه؟ طب ما هانت كده انت مدي البرميشن دي للروت وصحابه او الناس اللي في السودرز لكن بالنسبة لليوزر اللي انا كريدته اللي هو سايبرروت ده هو ذات نفسه مروش برميشن للفولدر بتاعه تمام؟ يعني انا حتى لو جيت هنا اقول له سي اسي يو سابستيوت يوزر او انقلني ليه اليوزر اسمه سايبرروت والديتو الباسورد بتاعه تمام؟ لو تلاحظنا الان دلوقتي داخل على اليوزر اسمه سايبرروت قلت له افتح لي الفولدر او افتح لي الهوم فولدر بتاعك لو سمحت الاساسي قلت له ادخل جوه الفايل اسمه او افتي بي درده هتلاقي بيقول لي permission denied يعني متخالي ان اليوزر اللي هو صاحب الفولدر اساسا مروش permission عليه خلينا اعمل اجزت وارجع لمصطفى تاني لان كده كده اليوزر اللي هو سايبرروت ده ملوش علاقة ب السودرس جروب فلو عملت منه سودو مش هيرضى وانا طبعا مش عايز انقله للسودرس جروب فابتدي اعمل موضوع ده ازاي هقول له هنا شون سودو سي اتش اون داش اار معناه recursive الفولدر ده والفولدرات اللي تحتيه ليه اليوزر اسمه سايبرروت ادي permission لليوزر اسمه سايبرروت بعد اذنك اديله permission على ايه؟ اديله permission على الفولدر ده اللي هو الهوم افتي بي اه سوريا انا اسف هوم سايبرروت افتي بي درد لو جيت هنا اعملت سايبرروت ودخلت عليه وروحت لي الهوم السايبرروت افتي بي درد هتلاقي ان انت بتقدر تدخل على الفولدر دلاتي من غير ما يقولك permission denied تمام يا جماعة؟ طيب عظيم جدا هنا بقى ممكن ابتدى اعدل في الكونفيجريشن بتاعة الفي اس اف تي بي دي خلينا اروح هنا للاي تي سي وقوله هنا السودو nano vsftpd.conf فخلينا ننزل هنا بيقولك هنا listen no تمام في هنا حاجة اسمها enable للانونميس يوزر دي طبعا لو انت عايز تعمل حاجة اسمها anonymous يوزر طبعا ييفضل انك تسيبها مقفولة تمام؟ هنا بيقولك write enable طبعا احنا هنعمل اللي write enable دي هنقوله اه اعمل write enable خليها ان انت يبقى في حد يقدر يعمل write خليها ننزل تاني في بعض طبعا دي كلها options انت ممكن تشيلها او تسيبها او تمسحها على حسب هنا مثلا بقولك على سبيل المسال كل دي options وهو كتب لك على فكرة عن الميزة انهو كتب لك فوق كل واحدة ال options بتاعتها بتعمل ايه بالزبط ننزل تحت show on upload ننزل طبعا دي ال configuration كلان انت ممكن ترجع تعدلها هنا بقولك restrict directories show on local user before risk بوصيبول ماشي هقوله هنا chroot ل local user بحيث ان هو يستخدم local user اللي انا بقوله عليه دوت اللي هو انادتهوله بتاع FTP او السوري ناسف الـ CyberRoute وفيه هنا Configuration تاني طبعاً احنا ممكن ترجع للإنترنت وتكتب الإنستاليشن بتاعة الـ VSFTP دي على الـ Debian ويتدي يدي لك معلومات أكتر لو أنت حابب تتعرف عليها فيه هنا عندنا LocalCH LocalUser طبعاً احنا قلنا دي هنشغلها طبعاً نفس الـ Option هنا يعني نفس الـ Option طبعاً انا ممكن اضيف Option تاني لو انا مش لقيه يعني انا شايف ان فيه Option على الانترنت ولكن مش موجود هنا فممكن انا اكتبه بنفسي عادي ممكن اقوله هنا Allow Writeable تمام Writeable CHRoute هقوله هنا Yes تمام زي ما انتوا شايفين بالشكل ده وقوله هنا Ctrl X Y Enter فأنا كده ثم الضبطت الـ Configuration بتاعتي أه طبعاً في بردو شوية Configuration تاني عايزة تذبط خلينا نكتبها بنفسي يعني أنا بدل ما هو دهار عليها وعمل لها Uncomment ممكن اكتبها هنا بنفسي على سبيل المثال من ضمن الconfiguration اللي انا عايزة اعملها طبعا احنا عشان بس ما بقاش ملغبط ما بين الاثنين هنا write enable yes و المسج و ننزل 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 تاني enable local user طيب اوكي خليني يبتد اكتب الconfiguration بتاعتي بقى لو انا مش لقيها كالتالي انا اكتبها فوق عشان لو احبت اعدلها بقى عارف مكانها فين اكتبها مثلا ممكن تكتبها في اول الفايل فوق هنا خلص المكان اللي يريح كان تمام دي كده configuration احنا حطناها هقوله هنا user user list underscore enable تمام هت enable ال user list هقوله هنا yes بعد كده هقوله هنا user list list underscore file الفايل بقى اللي فيه user list بعد اذنك هوا موجود فين هقوله هنا في ال etc بعد اذنك فيه حاجة اسمها vsftpd user list اللي احنا كنا عاملينه الفايل ده اقوله هنا user list بالشكل ده هاجي هنا اقوله user list underscore deny امنع ال user list فاقوله لا no ما تمنعش ال user list انا عايز استخدم ال user list وال user list اعمل لها enable وال user list اللي انا بقولك عليها هي موجودة في فايل اسمه user list اللي احنا كريتناه وحطينا فيه user list اللي اسمه chroot او سوريا انا عايز في سايبر root هقوله هنا control x y enter كده انا احتفظت بالconfiguration طبعا انت ممكن تبتدي تعمل install نقول لل ssl certificate تمام لو انت حابب تبتدي تستخدم ssl certificate ممكن عادي براحتك طبعا خلينا هنا نقوله sudo الاول sudo بعد ما عملنا ال configuration دي كلها system ctl restart lvsftp service تمام كده انا عملت لها restart خلينا نشوف ال status بتاعتها دلوقتي شغالة لو انا بقى كيوزر عندي انا هنا مصطفى عايز انا بقى administrator واشوف ال data اللي راحة واللي جاية وديني دي وبدلا ما راح ادخل على ال home folder بتاع اليوزر التاني ممكن اقوله هنا ln اريد اعمل shortcut dash s لفولدر اسمه home cyber root ftp dir اعمل لي هنا ليه شرطكات فيه المكان اللي انا موجود فيه حاليا فهتلاقي فيه شرطكات اتعملت لي هنا طبعا هتطلب منك الباسورد بتاعك او الباسورد بتاع ال root فانا ممكن اجي هنا بكل بساطة برضو اقول له ch sudo ch on dash r اليوزر اسمه مصطفى الي ال home cyper root ftp دير فبالتالي هتلاقي ان انا ليه permission على الفولدر ده زي ما انتو شايفين بالشكل ده ده شرطكات من الفولدر اللي موجود في ال home بتاع السايبرروت عظيم جدا لو جيت هنا في ال windows و جيت روحت هنا و قلت له ftp على البراوزر ممكن ندخل من البراوزر وبراوزر ساعات في معضل الحياة ممكن نستخدمه كftp clients هقول له هنا 1.9.2.1.6.8.1.12 طيب اوكي هو عنده مشكلة انا هاجي هنا عندي على ال windows لو انا مثلا عندي فرع عايز ابتدي اعمله بقى map للدرايف ده ممكن هاجي هنا عنده جزء بتاع view او computer وهاجي هنا اقول له add network drive اقول له هنا next اقول له هنا ان انا عايز ادخل فولدر معين هبتدى شغيره فقول له مثلا فولدر ده موجود في ftp for root slash for root slash 192.168.1.12 اقول له هنا next بقول له login anonymous اقول لا ان انا عندي user بقى login b فقول له هنا اليوزر بتاع اسمه cyperroot وهذا اسم الماشين عندي فهسميه مثلا cyperroot file server تمام فبيقول له هعمله open بعد ما اتخلص هقول له اوكي هاجي هنا افتح هتلاقيه طلب مني اليوزر نيم زي ما انتو شايفين نيم زي ما انتو شايفين الفتي بيدر تمام بالشكل ده طبعا انا ممكن ادخل بيوزر تاني زي مصطفى مثلا اوه هنا طبعا بيقول لي فيه مشكلة فيه البرميشن ممكن انا اجعمل هنا new folder بس طبعا فيه مشكلة بالنسبة ليه البرميشن خلينا لوجين بيوزر تاني فاقول له مثلا اليوزر لوجين بيه هو مصطفى والباسورد 23456 اقول له هنا لوجين لا سورا انا اسف الابسورد هنا مختلف apc لنقول له cancel طيب هو معلق شوية خلينا اعمل له restart لو هو عندك هنا واردي ممكن تبتدي تعمله delete ونبتدي نعمل واحد تاني او نضيفه مرة تانية نضيفه مرة تانية برضو زي ما قلنا هاجي هنا عند view او computer وهاجي في الجزء ده اقول له map network drive او network location هابتدي اقول له هنا next بعد كده اقول له هنا ftp 192.168.1.12 بالشكل ده هقول له هنا login anonymous لا الاكاونت اللي هتعمل بيه login هو cyber root ده الاسم بتاعه على سبيل المسال cyber root file server او ممكن اسميها ftp server او ممكن اسميها ftp server بقول لي افتحها بعد ما اخلص هقول له كيمش افتح الفولدر ده هابتدي هو يعمل دلوقتي يطلب منك ال password هقول له هنا username في الاول هقول له cyber root ممكن بدل ما انت تفضل تدخل كل شيء هتقول له save لي ال password ده وال password بتاعي 123456 وقال له login in فتلاقي ده ال ftp directory بتاعي لاحظ هنا عندي ان في ال windows ده خلاص ده بقى ال ftp server الوسيط ما بين مكانين فعلى سبيل المسال لو جيت هنا في linux على سبيل المسال لو جيت قلت له دخلت جوا الفولدر دوت اللي هو مثلا ال ftp دير عندي هنا وعملت new folder وسميته test مثلا فتلاقي ان الفولدر ده في ال windows هنا لو عملت refresh هيظهر عندي وكذلك الامر في ال windows هنا لو عملت فولدر انا سميته this is test from windows مثلا او this is test مثلا او this ايا كان هتلاقي ان الفولدر ده برده اللي انا خرجت بره ودخلت تاني هيبتدي يظهر عندي الفولدر ده فطبعا انت تقدر تترانسفير من هنا فايلز من الماشين دي للماشين دي لو عندك فرعين كبار مثلا بتاع شركة ممكن تبتدي تستخدم ال ftp service او ال ftp دوت بدلا ما تبتدي تحط على درايف مثلا او تبقى موجودة على cloud server ما بين الجزئين دول طيب ده بالنسبة للسيرفزز طبعا احنا سطبنا ftp والssh والhttp والssh والftp service على ال debian machine بتاعتنا وشوفنا ازاي بان نبتدي نزبط موضوع البرميشن ده لفولدر او لحاجة معينة ازاي انا بغير البرميشن دي من هنا لهنا فالموضوع زي ما شفته سهل وبسيط جدا وانت برضو لو عايز استتابع اي سيرفز تاني تعمل لها انستول زي الميل سيرفز او غيرها تقدر ببساطة تعمل لها انستول على الماشين بتاعتنا اللي هي ال debian لحد كده ويكون الجزء ده انتهى وان شاء الله نكمل في الاجزاء اللي جاية مع السلامة اشتركوا في القناة